موسيقى رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالسويس ويؤكد ان المجمع التضيي بالمحافظة سيكون صرحا تضيا كبيرا يخدم مواطن الاقليم بالكامل موسكو وكييف تتبادلن الاتهامات بشأن المعارك في عدد من المناطق الاوكرانية والوكالة الدولية تحذر من خطورة الوضع بمحيط زابوريجيا البيت الابيض يعلن عزم الرئيس الامريكي اضافة الاتحاد الافريقي الى مجموعة العشرين خلال القمة الامريكية الافريقية المرتقبة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من تلفزيون المصري اهلا بكم اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ان هناك تحركا كبيرا من الدولة وذلك لتيسير الخدمات للمواطنين جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء من مجمع السويس الطبي عقب تفقده عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة حيث اكد مدبولي سعي الدولة لتطوير عدد من المناطق السكنية التي حدث لها تهالك شديد منذ عقوده مدينة سويس تحديدا طبعا المدينة معروفة بتاريخها والمدينة بتتميز بموضوع المدن السكنية اللي هي انشأتها الدولة بعد حرب 73 ويمكن بعضها كمان قبل 73 ومشكلة هذه المناطق بمنتال امانة ان لم تمسها يد التطوير منذ انشأها ففي بعضها كان بقاله 40 سنة وبعضها يمكن اكتر من كده والنتيجة لكده طبعا حصل مع التطور اللي بيحصل وزيادة عدد السكان تهالك شديد جدا للبنية الاساسية وشبكة الشوارع وحتى العمرات السكنية نفسها فاحنا يمكن كان فيه 35 مدينة سكنية سات المحافظ لما عرض على فخامة الرئيس وطلب ان يتعامل لها تطوير الحقيقة كان توجيه فخامة رئيس للحكومة ان احنا نبدأ تطوير هذه المناطق بصورة فورية يعني بهدف طبعا تحسين جودة الحياة لكل اهلين اللي عايشين فيها واللي بيقتنوا هذه المناطق وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل شدد رئيس الوزراء على ان مجمع السويسي الطبية انداريجو تحت مظلة المنظومة الطبية على ان يخدم جميع محافظات الاقليم كما اشار مدبولي الى تطلع الافتتاح المجمع الطبي خلال نصف الاول من العام القادم مشددا في الوقت ذاته على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغطية منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع ربوع الجمهورية خلال عشر سنوات احنا في منطقة مجمع السويسي الطبية والحقيقة هذا المجمع يمكن سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لما وجه بانشاؤه ضمن منظومة تأمين الصحي الشامل اللي هتتعمل في كل محافظات مصر ومنهم طبعا محافظة سويس اللي دخلها ضمن المرحلة الاولى من المحافظات المجمع ده هو مش مستشفى دي مدينة تبضية كاملة احنا بنتكلم هنا على منشأة هتبقى على غرار القصر العيني في القاهرة مستشفى الدمرداش ومجمع مستشفيات جمعة عين شمس مش هتخدم فقط سويس ولكن هتخدم محافظات اقليم قناة سويس كله وبالتالي يعني ممكن كان وفيها النهاردة الاول مرة هتحصل تدخلات جراحية لعمليات دقيقة جدا جراحات القلب المخ والاعصاب كان يعني اهلين هنا في السويس عشان يعني اي حد فيهم بيحتاج هذا التدخل الجراحي كان لازم ينزل القاهرة النهاردة مع هذا الصرح اللي ان شاء الله بنأمل ان يتم افتتاحه في النصف الاول من العام القادم يعني معالي الوزير احنا بنتكلم هندغط قدر الامكان بحيث ان شاء الله في النصف الاول من العام القادم يكون اشتغل بالكامل الاعمال الانشائية زي ما حضركم شفتوها اكتملت انما احنا بنتكلم على توريد الاجهزة الطبية وتفرش المستشفى وده هياخد الفترة الجاية كله علشان نقدر ان احنا نشغل هذا المكان ويبقى فعلا صرح طبي يضاف الى الصروح الطبية الكبيرة جدا اللي بتتعامل هذا واكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بجميع مؤسساتها على بذل كل الجهود لتحقيق الاهداف المرجوة لارضاء المواطن السويسي غيره من المواطنين وفي هذا الاطار اعلن مدبولي ان الدولة بصدد البدء خلال الفترة القادمة في ادراج القطع الرفي بمنطقة حي الجنايض ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كان دايما اهالي السويس بيقولوا ان احنا صحيح ان احنا بيطلق علينا محافظة حضرية ولكن هناك قطاع ريفي كبير وهو منطقة حي الجنايض وكانوا طلبين طبعا وكان فيه هناك طلبات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بانها تدرك ضمن مبادرة حياة كريمة وكان توجيه سيادته للحكومة ان فعلا يتم ادراج القطاع الريفي في محافظة سويس ضمن مبادرة حياة كريمة وده فعلا ان شاء الله هنبدأ فيه خلال الفترة القادمة علشان برضو نغطي الجزء او القطاع الريفي اللي هو متمثل ما زي ما اتكلمنا مع سيادة المحافظ في حي الجنايض انه يبقى داخل ايضا في مبادرة حياة كريمة وبالتالي مشروعات حياة كريمة اللي بتتعامل ايضا في منطقة حي الجنايض خلال جولتي بمحافظة سويس شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاح المبنى الجديد لديوان عامل المحافظة وفي هذا الاطار اكد مدبولي ان الدولة لا تتدخل جهدا في ملف تطوير العمل الاداري بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين كما شهد رئيس الوزراء افتتاح المركز التكنولوجي المطور بديوان عامل المحافظة واكد ان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتوسع في تنفيذ المراكز التكنولوجية التي تقدم الخدمات للجمهور وتساهم في فصل المواطن عن الحي تماما وتقدم كافة الخدمات له ما زلنا نتابع جولة رئيس الوزراء بمحافظة السويس حيث تفقد مدبولي مشروع انشاء مستشفى الطب الرياضية واستمع مدبولي الى شرح حول المستشفى الذي يعد صرحا طبيا متكاملا لتقديم خدمات الطب الرياضية وجاء على مساحة اجمالية تبلغ نحو 2500 متر ويضم المستشفى عيادات للعديد من التخصصات كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي منطقة مساكن ناصر والتي تأتي ضمن مشروع متكامل للتطوير شامل بالمناطق القديمة في مدينة السويس هذا واكد رئيس الوزراء اهمية مشروعات تطوير العمران في تحسين جودة الحياة لابناء المحافظة وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لهم وخلال الجولة شدد رئيس الوزراء على اهمية عنصر السلام الانشائية للعمارات القائمة موجها باهمية المتابعة الدورية لاعمال الصيانة والترميمات بالمساكن شهد رئيس مجلس الوزراء افتتح مجمع هيئة قضايا الدولة بمدينة السويس واثناء على جودة واتقان الاعمال المنفذة به التي تسهم في تيسير العمل بما يخدم المواطن كما تفقد رئيس الوزراء اعمال تطوير مجمع محاكم السويس مشيدا باستخدام التقنيات والاسليب التكنولوجية الحديثة التي تختصر الوقت والجهد وتخدم هدف العدالة الناجزة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعمال المرحلة الثانية من تطوير ترعة السويس بحي الجنين بطول سبعة كيلو مترات ووجه مدبولي بسرعة توفير مئتي مليون جنيه من وزارة التخطيط ومئة مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية وذلك لاستكمال اعمال التطوير المختلفة بالمحافظة كما شهد رئيس الوزراء اعمال تطوير ورفع كفاءة محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة الزراير بحي الاربعين بمدينة السويس واستمع الى شرح عن امكانات المحطة والتي تم زيادة قدرتها من خمسة واربعين الف متر مكعب كل يوم الى ثمانية وخمسين الف متر مكعب وبتكلفة اجمالية بلغت خمسين مليون جنيه لخدمة مئة وثلاثين الف نسمة وللمزيد من التفاصيل حول جولة رئيس الوزراء لتفقد عدد من المشروعات بمحافظة السويس وابرز توجيهات خلالها يرصدها لنا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في محافظة السويس هذه الجولة التي شملت العديد من الاماكن التي جاري العمل على تطويرها بالفعل او تم الانتهاء منها نهائيا مثل العديد من الاشياء التي تخدم المواطن المصري بشكل مباشر بدأنا منذ صباح اليوم هذه الجولة في محافظة السويس بداية انبياء المركز التكنولوجي الجديد الذي تم انشاؤه في محافظة السويس او بجانب ديوان محافظة السويس لخدمة مواطني ليس فقط محافظة السويس ولكن ايضا المحافظات الجانبية او محافظات بجانب محافظة السويس هذا المركز يخدم بالطبع جميع ربما الخدمات المتعلقة بشكل مباشر مثل البطاقات الشخصية والمرور وخدمات ايضا الشباب الخارجين وغيرها من الخدمات ذات الشباك الواحد وهو تيسيرا وتسهيلا على المواطنين ايضا تم تفقد انشاء ديوان عام للمحافظة ديوان عام جديد تم انشاؤه ليربط هذه المركز التكنولوجية المتنوعة داخل محافظة السويس هناك خمسة مراكز متنوعة مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين واليوم كان الانشاء للسادس هذا ديوان عام المحافظة الجديد يربط هذه الدووين سويا ويربط هذه المراكز سويا ايضا للتيسير والمراقبة لخدمة ايضا مواطني محافظة السويس ثم تحرك بعد ذلك الدكتور مصطفى مدبولي ويصحبه العديد من الوزراء مثل وزراء الشباب والرياضة وزراء التعليم ووزراء ايضا الصحة ووزارة الاسكان وايضا في خلال هذه الجولة تم افتتاح العديد من الاماكن منها الاندية الرياضية المختلفة وايضا مركز طبي رياضي ومركز طبي رياضي خاص ومتنوع لانه يعني ربما الاهم في محافظات الساحلية لانه فريد من نوعه متخصص في العلاج العلاج الاصابات الرياضية بجانب المدينة الرياضية التي تم افتتاحها بالفعل اليوم ايضا تحركت بعد ذلك الجولة لتفقد محطة رفع الصرف الصحي التي تم تطويرها بنسبة مئة بالمئة تقريبا كانت ثلاثة طلمبات فقط لرفع الصرف الصحي اصبحت ست طلمبات اي بنسبة تعدت المئة بالمئة فيما يتعلق به الصرف الصحي وكان هناك ايضا الجزء الهام تحدث خلاله دكتور مصاف مدبوري خلال مؤتمر صحفي من مركز طبي جديد في محافظة السويس هذا المركز اطلق عليها ويطلق عليه مدينة طبية جديدة صرح طبي كبير به جميع الخدمات الطبية وجميع التدخلات الجراحية والعمليات المختلفة هو الاول من نوعه ايضا في محافظة السويس وقال دكتور مصاف مدبوري انه على غرار مستشفى القصر العيني في القاهرة ثم بعد ذلك كان هناك جزء خاص وهو تحدث ايضا عنه دكتور مصاف مدبوري خلال المؤتمر الصحفي جزء الاسكان الخاص بالتسكين اما بانشاء مدن سكانية جديدة واحياة سكانية جديدة او حتى تطوير الاحياء السكانية المختلفة اما بتجديد العمارات او حتى تجديد الطرق وتجديد ايضا الصرف الصحي ووسائل تغذية المياه المختلفة داخل العديد من الاحياء السكانية بمحافظة السويس وانتهت الجولة بطريق السويس وهي ايضا منطقة اقتصادية بها العديد من المشاريع تم تفقد المشاريع التي سيتم العمل عليها او بدأت بالفعل العمل بها خلال الايام القادمة لتنتهي بعض المشاريع في النصف العام المقبل ومنها من انتهى بالفعل وكانت هذه ربما نظرة عامة عن المجهودات التي تقوم بها الدولة في محافظة السويس التي يعني لقت اهتماما كبيرا بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بقاطني محافظة السويس اليوم هنا من طريق السويس وايضا العديد من الاماكن التي تم افتتاحها بالفعل تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة اسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 577 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 64 طن اما في مجال حجب ارز الشعير والابيض والبيع بازيد من السعر الرسمي للارز الابيض فقد تم ضبط اكثر من 471 طن في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط اكثر من 41 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 922 قضية من بينها 240 قضية خبز ناقص الوزن و 266 قضية خبز غير مطابق للمواصفات صرحت السيد انتصار السيسي ان العالم يحتفل اليوم بيوم حقوق الانسان وهو اليوم الذي يأتي ليذكرنا بجميعا بضرورة العمل من اجل تعزيز مسيرة حقوق الانسان في المجتمع المصرية واضفت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ان تعزيز مسيرة حقوق الانسان مهمتنا جميعا وهو ما يتم بالفعل ولفتت السيد انتصار السيسي الى اننا على اعتاب جمهوريتنا الجديدة وان المؤسسات الحكومية والمدنية تعمل بجهد صادق وعمل دؤوب لضمان صون كرامة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له لان ابناء مصر يستحقون الافضل دائما تحتفل مصر في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الانسان والذي يعبر عن تطلع الأسر البشرية لبناء عالم قائم على المساواة والتسامح والتعايش والإخاء والاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات هذا وقد عبرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي اطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في الحادي عشر من سبتمبر من عام 2021 قد عبرت عن قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اطلقت امانة حزب حماة الوطن بقناة مؤتمر الحوار الوطني المحور المجتمعي الأسرة المصرية ومحاربة الغلاء يهدف الحوار الوطني إلى توعية المواطنين بأهمية دور الأسرة المصرية في بناء المجتمع وتنميته والانطلاق به للجمهورية الجديدة نحن ندير حوار وطني مكبر على مستوى المحافظة بعد أن تم حوار وطني بجميع المراكز فينا بالكامل الحوار الوطني النهاردة أهم المحور فيه أو المحور الرئيسي فيه الأسرة المصرية والأسرة القنائية وكيفية الحفاظ على الأسرة المصرية وكيفية تنمية الأسرة المصرية من بعد طبعا يعني ما في خامة الرئيس عادة عمل تنمية شاملة للصعيد نحن برضو في محافظة قناء في تنمية أصابة الأسرة المصرية وفي تنمية شاملة يعني استفادت بها الأسرة المصرية في الحوار الوطني بنناقش دور المرأة في بناء الأسرة المصرية وبنناقش حاجات كتير تاني وده إحساس مننا بأن احنا لازم يكون لنا دور فعال في الحوار الوطني دعا لديه السيد الرئيس الجمهورية وإن أهداف الحوار الوطني حل بعض المشاكل البسيطة المجتمعية يكون فيه تفاعل بين الأحزاب السياسية وبين الدولة الحوار الوطني معمول لصالح القاعدة العريضة من الشعب أو من الشباب لمناقشة بعض المشاكل والأحوال التي تمر بها البلاد في الظروف الرحيم نظم حزب حماة الوطن لقاء مجتمعيا بمحافظة الأقصر في إطار سلسلة اللقاءات والجلسات الحوارية الخاصة بالحوار الوطني ونقش اللقاء السبلة تطوير التعليم الفني والمهني ودعم الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وفقا لمتطلباته الراهنة وأكد المشاركون اهتمام الدولة بدعم وثنمية قدرات ومهارات طلاب التعليم الفني وخريجي من أجل إعدادهم وتمهيد الطريق لهم ليصبحوا منتجين في سوق العمل أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جامل رشيد أن يوم النصر على تنظيم داعش الإرهابي استذكار لتضحيات الشعب العراقي والقوات الأمنية في مواجهة الإرهاب قال رشيد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن ذكر يوم النصر على تنظيم داعش الإرهابي هي تذكير بتضحيات شعب العراق في مواجهة هجمة ظلامية في الموصل وسنجار ومدن أخرى عانت من جرائم التنظيم الإرهابي وفي السياق نفسه أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن استكمال النصر على الإرهاب يتطلب عودة النزحين وإعمار المناطق المتضررة أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن مديريات الاستخبارات العسكرية حققت إنجازات نوعية في ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسيني الخفاجي إن الاستخبارات العسكرية تواصل مراقبة أوكار تنظيم داعش الإرهابي على مدار الأربع وعشرين ساعة أضف أن تطور الجانب الفني والتكنولوجي مكن مديرية الاستخبارات من تزويد القوات بمعلومات دقيقة أسمت في دك أوكار التنظيم الإرهابي في المناطق ذات التضاريس الجغرافية الصعبة وأشار إلى أن الاستخبارات استطاعت اختراق الخط الأول من تنظيم داعش الإرهابي واعتقال عدد من قياديه ترجمة نانسي قنقر إلا تطورات ملف الأزمة الروسية الأوكرانية وفيه صرح رئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو تدرس تبني ما سماه مفهوم واشنطن الضربة الاستباقية موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية طورت هذا المفهوم مفهوم الضربة الوقائية كما تعمل على تطوير نظام ضربات يهدف إلى نزع سلاح العدو واعتبر بوتين أن على روسيا تبني تلك الأفكار التي طورها الأمريكيون لضمان أمنهم واشدد الرئيس الروسي على أن صواريخ بلاده وأنظمتها التي تفوق سرعة الصوت أكثر حداثة بل وأكثر كفاءة من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة لافتا إلى أن موسكو لن تستخدم سلاحا نوويا إلا للرد على هجوم من هذا النوع أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تشنت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خمس ضربات صاروخية ونحو عشرين غارة جوية على العديد من الأقاليم والمناطق الأوكرانية هذا وقد أوضح رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي في شمال شرقي أوكرانيا ديمترو زفتاسكي أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على بلدة ذلك بيسرباركا التابعة للمنطقة ما أحدث دمارا واسع النطاق في عدة مناطق في زابورجيا في المقابل ذكرت سلطات لوهانسك أن القوات الأوكرانية قصفت مدرسة بثلاث صواريخ من تراز هيمرس وشنت هجوما صاروخيا على منطقة خيرسون لأن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من صدها وفي سياق متصل أعلنت سلطات دونتسك عن مقتل شخص جراء القصف الأوكراني على المدينة كما طال القصف منطقة مقر الحكومة شدد رئيس مجلس الدمار الروسي فياتشيسلاف فولودين على ضرورة دفع ألمانيا وفرنسا تعويدات لسكان دونباس بعد اعتراف المستشرة الألمانية السابقة أنجلا ميركل بأن اتفاقية مينسك منحت أوكرانيا الوقت للاستعداد لمواجهة عسكرية مع روسيا أضاف فولودين أن اعتراف ميركل يلقي بالمسؤولية الأخلاقية والمادية للتطورات الراهنة في أوكرانيا على عاطق ألمانيا وفرنسا ويعكس فضائع التزوير والمكائد والتلاعب الحقائق التي يعتمدها الغرب على حد تعبيره أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيل جراسي أن الوضع حول محطة طاقة نوية في زبروجيا لا يزال غير مستقر ويحتمل أن يكون خطيرا وقال جراسي أن الوكالة تفذل قصر جهدها لمنع وقواي حادث نووية مشيرا إلى العمل على تقليل المخاطر المحتملة في المحطات بأوكرانيا عزز حلف النيتو من قدراته الجوية للمراقبة على سواحل البحر الأسود المقابلة لروسيا حيث نشرت القوات الفرنسية نظام دفاع جوي متوسط المدى في دولة رومانيا وتتولى القوات الإيطالية الإشرافة عليها وقال مسؤول عسكري أن نظام الدفاع الجوي مانبى مخصص للمراقبة وتزويد القيادة الرئيسية للحلف بكل الملاحظات وتطورات بالإضافة إلى أنه مصمم لمواجهة صواريخ الكروز ويمكن التعامل مع تهديدات متعددة من خلال قدراته على الإطلاق المتعدد مشيرا إلى أن الحلف ملتزم بتعهداته لتقديم الدعم الكامل الأوكراني في مواجهة التهديد الروسي بحسب تعبيره جدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين تأكيد على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب أوكرانيا ودعمها في مجال المساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ظل العملية العسكرية الروسية وأضاف بلينكين خلال مؤتمر صحفي أن واشنطن تعمل مع حلفائها من أجل تعزيز القدرات الدفاعية لحلف النيتو مؤكدا مواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وشدد على أهمية تعزيز قدرات النيتو الدفاعية وسط المعارك الدائرة في أوكرانيا تواصل الولايات المتحدة ومعها الدول الوربية مساندة كييف تارة بإرسال الدعم اللوليستي وتارة باستخدام عصى العقوبات ضد موسكو مؤخرا تستعد الولايات المتحدة لإرسال حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار إلى أوكرانيا تتيح لها قدرات جديدة لهزيمة الطائرات المسيرة وتعزيز دفاعاتها الجوية ومن المتوقع أيضا أن تضم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في الحزمة قذائف لمنظومة هايمرس الصاروخية وذخيرة من عيار 155 ملي مترا وعربات عسكرية من طراز هامفي ومولدات كهربائية ومذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي أرسلت الولايات المتحدة نحو 19 مليارا ومئة مليون دولار من المساعدات الأمنية إلى كييف وكان المشارعون الأمريكيون قد صوتوا على منح أوكرانيا مساعدات أمنية إضافية العام المقبل بقيمة 800 مليون دولار وعلى الجانب الآخر ذكر مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة تسعى لفرض عقوبات جديدة على روسيا والصين تشمل معقبة موسكو على استخدامها طائرات أجنبية مسيرة خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا وتستهدف العقوبات أيضا نحو 170 كيانا صينيا بسبب ما تعتبره واشنطن صيدا غير قانوني في المحيط الهادئ وسط مخاوف من أن تمارس بكين الصيد الجائر وتستخدم أسطول الصيد لتوسيع نفوذها البحري وبحسب مسؤولين أمريكيين فإنه سيتم فرض الكثير من العقوبات بموجب قانون ماجينتسيك العالمي وهو قانون صدر في عام 2016 ويصرح للحكومة الأمريكية بمعاقبة المسؤولين في الحكومات الأجنبية الذين يعتبرون من منتهك حقوق الإنسان وتجنيد أصولهم ومنعهم من دخول الولايات المتحدة عقوبات ليست الأولى من نوعها حيث سبقها سلسلة من العقوبات التي فرضتها واشنطن والدول الأوروبية لردع موسكو على واقع الأزمة الأوكرانية إلا أنها لم تمنع روسيا من مواصلة عملياتها العسكرية حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت الأمم المتحدة أن بلاروسيا أبلغت المنظمة الدولية أنها ستقبل دون شروط مسبقة عبور الحبوب الأوكرانية من أراضيها للتصدير من موانئ لتوانيا قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أن جوتيرا شلطقة بنائب وزير خارجية بلاروسيا الذي أعاد تأكيد على طلبات حكومته بأن تتمكن من تصدير منتجاتها من الأسمدة التي تخضع حاليا لعقوبات تتواصل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ولا تفتأ شرارة الحرب أن تلقي بظلال نتائجها في هذا وهناك وتصير مع الوقت أشد وطأ لسيما في القرى الأوكرانية ومع دخول فصل الشتاء يصير الوضع حارجا مع وجود أزمة الطاقة اللازمة للتدفئة إلى جانب انهيار العديد من المباني مع انخفاض درجات الحرارة في شرق أوكرانيا أصبح الوضع مأساويا مع تدمير من 30 إلى 40% من أسطح المنازل وذلك في عدة قرى بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا خيار أمام أهالي إحدى القرى سوى استخدام مواقيد الخشب في التدفئة ومع انهيار جزء كبير من المنازل بسبب القصفة ما زال عدد من مواطن هذه القرية يعملون من أجل إصلاح منازلهم لقد حرثت هذه المزرعة في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من فبراير لم أكن أعرف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد بدأت لقد حرثت للتو وأعددت الأرض للزراعة ولكن حالياً ليس لدي أي فكرة عن ما يجب أن أفعل وماذا أبدأ به؟ كل شيء قد دمر لا أعرف كيف يمكنك إدارة الأرض بدون معدات لا أعلم وأدى نقص مواد البناء والمعدات واليد العاملة إلى جعل الإصلاحات الضرورية أمراً غير ممكن مع حلول البرد ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وذلك في الأيام المقبلة ليواجه الأهالي نتيجة عملية عسكرية هم فقط من يدفعون أثمانها أعلنت مجموعة البنك الدولي الموافقة على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لموازنة كوديفور لدعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار العام والخاص ورأس المال البشري والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وأكدت مجموعة البنك الدولي أن وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية أشارت إلى أن هذا التمويل سيعمل على تحفيز الاستثمار من خلال تعزيز المنافسة في القطاعات الواعدة لضمان القدرة على تحمل الديون وتعظيم تدفقات الاستثمار الخاص اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة الانتقال الإقليمي لرومانيا التي سيتم بموجبها تخصيص استثمارات بقيمة 2.14 مليار يورو لدعم الانتقال العادل نحو الحياد المناخية في المناطق الأكثر ضعفا في البلاد والتحول إلى اقتصاد أكثر جاذبية وخضرها هذا وقد أكدت المفوضية أن هذه الأموال ستأتي في إطار صندوق الانتقال العادل لمساعدة رومانيا على متابعة التزامها بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2032 ودعم العمال المتأثرين بالتحول المستمر في مجال الطاقة للعثور على مؤهلات جديدة ووظائف جديدة بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي واندي تشارمان مع ممثل جمعيات الصناعة الألمانية سبل تعميق التعاون التجاري بين البلدين على الصعيدين الثنائي والعالمي وأكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي على أهمية تقليل التبعيات الاقتصادية بما في ذلك لاعتماد على جمهورية الصين مرحبة بالحوار المفتوح والصريح حول التحديات الاقتصادية والفرص التي تواجه العالم رحب قادة عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية بقرار الصين بشأن تخفيف سياسة صفر كوفيد في بادرة اعتبرتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفينا تقدما حاسما وقالت جورجيفينا إنهم يرحبون بالإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطات الصينية لإعادة ضبط سياسة كوفيد واعتبرتها خطوة إلى الأمام مؤشرات قوية بقرب تعافي الاقتصادات العالمية من آثار جائحة كورونا على نهاية 2023 ومن بينها الصين التي خففت مؤخرا من القيود التي فرضتها من خلال سياسة صفر كورونا وعلى الرغم من تلك المؤشرات ساد الحذر الأوساط الصينية الاقتصادية وهو ما يؤدي ربما لعرقلة استعادة الاقتصاد الصيني لعافيته مع عودة الهدوء عقب احتجاجات اندلعت ضد قيود كورونا كما ساد الحذر بين شركات الصناعات التحولية والمطاعم إذ أبقت على قيود مكافحة الجائحة لحين الحصول على صورة أكثر وضوحا بشأن كيفية تأثر أماكن العمل بتخفيف القيود الصارمة كما أن الشركات كان لا رأي آخر إذ عليها أن تواجه صعوبات مع فترات الغياب المطولة للموظفين المرضى مما قد يؤثر سلبا على العمليات ربما لشهور وفي وهان بوسط البلاد التي بدت منها الجائحة في نهاية 2019 كان هناك المزيد من المؤشرات على الحركة مع ازدحام بعض المناطق بركاب المترو إلا أن السكان قالوا إن عودة الحياة إلى طبيعتها ما زال أمرا بعيدا المنال الأمر الذي يؤدي لضبابية اقتصادية قد لا تتضح ملامحها في وقت قريب أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا أن البنك قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس أي ما يعادل 25% اعتبارا من 16 من ديسمبر الجاري وأكد البنك المركزي لدول غرب أفريقيا أن السعر الرئيسي الذي يقرض به البنك المركزي وموارده للبنوك التجارية في دول الاتحاد الثمانية سيرتفع من 2.5 من المائة في المائة إلى 2.75 من المائة في المائة ولفتا إلى أن ارتفاع التضخم مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الاستهلاكية وسائل النقل وأسعار ضخ المنتجات البترولية موضحا أن هذه الزيادة في سعر الفائدة هي الثالثة من نوعها في العام الجاري ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتازم الإعلان خلال القمة الأمريكية الأفريقية الثلاثاء القدم أن إدارتي تدعم إضافة الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين وقال كبير مسؤول أشعون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إن الوقت حان كي تكون لإفريقيا مقاعد دائمة على طاولة المنظمات والمبادرات الدولية مشددا في الوقت ذاته على ضرورة المشاركة الإفريقية في المنتديات الدولية التي تتعلق بالاقتصاد العالمي والديمقراطية وتغير المناخ والصحة والأمن كان الرئيس الأمريكي قد دعا 49 من القادة الأفريقة للمشاركة في قمة واشنطن والتي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ يوم الثلاثاء القادم بدأت استراليا واليابان والولايات المتحدة ودول أخرى الجولة الأولى من المفاوضات التي تهدف إلى وضع القواعد والمعايير الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بقيادة الولايات المتحدة يأتي ذلك وسط النفوذ المتزايد للصين في المنطقة وذكرت وكالة أنباء كيود اليابانية أن الاجتماع الذي يستمر ستة أيام في استراليا ستتمحر المفاوضات خلاله حول أربع ركائز وهي التجارة العادلة ومرونة سلسلة التوريد والبنية التحتية والطاقة النظيفة والضرائب ومكافحة الفساد تعلن رئيسة بيرو الجديدة ديانا بولوراتي اليوم تشكيل الحكومة الجديدة واستحتجاجات تطالب بالإفراغ عن الرئيس السابق بادرو كاسيو وقالت بولوراتي إنها قد تجري نقاشات مع القوى الديمقراطية في الكونغرس لبحث مقترح لإجراء انتخابات بعد أن أدت السياسية ديانا بولوراتي اليمين لتولي رئاسة في بيرو في أعقاب عزل الرئيس بادرو كاسيو بموجب تصويت لمساءلته في البرلمان تعلن رئيسة بيرو الجديدة تشكيلة حكوماتها وسط استمرار مظاهرات أنصار الرئيس السابق بادرو كاسيو المطالبة بالإفراج عنه وإجراء انتخابات بولوراتي التي شغلت منصب نائبة الرئيس حتى تنصيبها رئيسة للبلاد لم تستبع تنظيم انتخابات مبكرة مقترحة تنظيم انتخابات في إطار نقاشات مع القوى الديمقراطية في الكونغرس في حال كان المجتمع والوضع يتطلبان ذلك مبدئة أملها في إيجاد حل سلمي للأزمة السياسية ودعت رئيسة بيرو الجديدة دينا بولورتي المتظاهرين للالتزام بالهدوء وذلك بعد أن شهدت شوارع العاصمة ليما ومدن أخرى في أنحاء البلاد احتجاجات عدة خصوصا في مناطق الإنديز حيث يحظى كاستيو بأكبر قدر من الدعم وتجاهل المشارعون محاولة كاستيو ومضوا قدما في مساءلته المقررة سلفا فوفق 101 من الأعضاء على عزله وعرض العزل ستة أعضاء وامتنع عشرة عن التصويت وأعلنت النتيجة وسط هتافات عالية واستدعى المجلس التشريعي نائبة الرئيس بولورتي لتولي المنصب بصفة مؤقتة وأدت بولورتي اليمين الدستورية لتولي الرئاسة حتى عام 2026 لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة بيرو ووصفت بولورتي تحرك كاستيو لحل كونجرس بأنه محاولة انقلاب متعهدة بتشكيل حكومة تشمل جميع الأحزاب لقي شخص مصرعه فقد آخرون بعد انفجار شقة سكنية في منطقة جيرسي الواقعة في القناة التي تفصل بين بريطانيا وفرنسا وتعود إلى انجلترا وقالت الشرطة في جزيرة القناة الوفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إن شخصا قتل وفقد نحو عشرة بعد انفجار في مبنى سكني في سانت هيلر عاصمة جيرسي وصفه شهود العيان بأنه كان مدمرا بطريقة غير مسبوقة ترجمة نانسي قنقر في ملف حياة كريمة تابع محافظة الغربية طارق رحمي تنفيذ مبادرة عينك في عنينة وكذلك انطلاق قوافل ستر وعافية لتقديم وتوفير الخدمات الطبية لازمة لأهالي قرية كفرح جازي بمركز المحلة الكبرى يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم اطلاق المرحلة الثانية من قوافل ستر وعافية خمسة بهدف تقديم خدمات متكاملة للأهالي في القطاع الصحي دعما للحد من مسببات العمى حيث تم توقيع الكشف على المرضى وجار التجهيز لإجراء عمليات جراحية مختلفة للعيون ولمن ثابت احتياجه لجراحات في المرحلة الأولى من هذه العمليات على أن يتم إجراءها قريبا وبالمجان ودخل واحدة من أفضل المؤسسات المتخصصة في جراحات العيون نظمت مديرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية كرم وارزوق التابعة لمركز فرسكور ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة بيروس كورونا تتميز بمجانيتها تماما بداية من قطع التسكرة وحتى انتهي الخدمة حاجة تانية كمان هي تستهدف الأماكن البعيدة على المستشفى المركزية وده بيسهل على أهلنا من كبار السن هم اللي مش بقدر يوصلوا للأعرب مستشفى مركزي انهم يحصلوا على الخدمة الطبية المقدمة طبعا فيه تردد ورح من الأهالي القرية هنا بتبعد أكتر من 15 كيلو متر عن عرب مستشفى فتوفر القافلة الطبية بمختلف تخصصاتها بيخدم الأهالي عندنا هنا فيه أكتر من 12 تخصص أكتر من 120 دواء بيخدموا التخصصات الموجودة الأهالي طبعا سعيدة جدا بوجود القافلة لأن التخصصات دي نادرة لما بيكون موجودة هنا عندنا في القافلة معملين معمل الدم ومعمل الطفاليات معمل الدم بيتم سحب العينات فيه مع مراعاة إجراءات سياسة مكافحة العدوى وسياسة الحان الآمل بنحافظ على البيئة اللي حوالينا بنحافظ على المريض بيتم أخذ العينا من المريض وبعدين بنحاولها بنوديها معمل الدم للتحليل والمريض لو فيه لو ليه أي تحليل تحليل طفاليات بيروح معمل الطفاليات فيقى القافلة العلاجية في قسم التقارير الطبية بيكون منتبعة المريض بعد الكشف المريض فيقى العلاجات المختلفة فيقى القافلة بحيث أننا نقدر نقدم له استكمال ما هو بعد الكشف في العيادة من حيث استخراج قرار نفق الدولة أو عمل بعض الأشعة والتحليل الغير موجودة بيقى القافلة وتحويله إلى المستشفيات المركزية بنحاول المريض للمستشفيات المركزية وبنقدر نتابع معاه من خلاله ومن خلال المستشفى نحن نقدر نكمله الخدمة اللي ما بعدها القافلة ونحاول نتابعه هاتفيا أو نحاول نستخرج له قرار نفقة الدولة أو تطلب الأمر أو عمل بعد الأشعات والتحليل الغير موجودة بيقى القافلة العلاجية بضميات اللي كانتنا موجودين اللي استقبال موجود صرفنا العلاج في منتهى الأدب ومنتهى الاحترام حاجة جميلة جدا جدا الحمد لله كشفت على أولادي وجمع التخصصات موجودة وفي تحليل وفي أشعة وفي كل حاجة انطلقت القافلة الطبية المجانية بوادي مجرحة تابعة لمدينة دهب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتتضمن القافلة توقيع الكشف والفحص الطبية على أهل الوادي والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية بالإضافة لعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء وإجراء الفحصات الطبية والتحليل وصرف العلاج بالمجان وضمن المبادرة الرئاسية انطلقت أيضا قافلة طبية بمنطقة أبرق التابعة لإدارة شالتين الصحية بالبحر الأحمر ووقعت القافلة الكشف الطبي مع صرف العلاج لـ 81 حالة بمختلف التخصصات الطبية وتم إجراء الفحص المعملية والأشعة للمتراددين مع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة تتواصل أعمال القافلة الطبية التابعة لللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والتي انطلقت في منطقة المثلث الذهبي حليب وشالتين وأبو رماد وتضم القافلة الطبية أكثر من 60 طبيبا حيث يتم الكشف الطبي على جميع الحالات المرضية بالإضافة إلى إجراء جراحات عامة وجراحات أطفال بمستشفى شالتين المركزي بالمجان نظمت مؤسسة حياة كريمة جلسة الحوار المجتمعي السابع للمراكز والقرى بمحافظة بني سويف تأتي جلسة الحوار المجتمعي سعدادا لإطلاق مبادرات حياة كريمة بها كمرحلة ثانية مع أهالي قرية بيلفة وتم تناول الموضوعات الخاصة بالقطاعات الخدمية المختلفة لتوضيح المجهود المفذول خلال المرحلة الأولى وشرح المكونات الأساسية للخطة المقترحة بالمرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف مراكز المحافظة بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة الثالثة ولم يتبقى سوى التذكير بأهم العنوين رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروع عطيب السويس ويؤكد أن المجمع الطبية بالمحافظة سيكون صرحا طبيا يخدم مواطني الإقليم بالكامل موسكو وكيف تتبادل الاتهامات بشأن المعارك في عدد من المناطق الأوكرانية والوكالة الدولية للطاقة تحذر من خطورة الوضع بمحيط زابوريجيا والبيت الأبيض يعلن عزم رئيس الأمريكي إضافة الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين خلال القمة الأمريكية الأفريقية المرتقبة موسيقى موسيقى وبختم العنوين نصل معكم لختم نشرة الثالثة شكرا لطيب المتابعة ودنتم في أمان لك إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى